اشتركوا في القناة الوزراء خلال لقاء بزيارة الأميرة التايلندية إلى مملكة البحرين والتي تأتي في إطار علاقات الصداقة الوطيدة التي تجمع بين البلدين مهنيا سموه مملكة البحرين والشعبها الصديق بمناسبة ذكرى العيد الوطني لمملكة تايلند وعيد الميلاد الثامن والثمانين لجلالة الملك بوميبول أدوليا ديج ملك مملكة تايلند الصديقة متمنيا سموه للمملكة الصديقة وشعبها دوام الازدهار والتقدم وقد كلف سموه الأميرة التايلندية بنقل تهني وتحياته إلى جلالة الملك بوميبول أدوليا ديج ملك مملكة تايلند الصديقة بهذه المناسبة الطيبة وقد أكد سموه متانة وقوة العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين ومملكة تايلند الصديقة والتي تدعمها رؤية وطموحات مشتركة نحو أهمية تقوية جسور التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين وقد أشهد سموه بما وصلت إليه علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين ومملكة تايلند من مستويات متقدمة خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مؤكدا سموه أن مملكة البحرين تولي اهتماما كبيرا بتشجيع القطاع الخاص في البلدين على الدخول في مشروعات واستثمارات مشتركة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني للبلدين من جانبها أشهدت الأميرة التايلندية بعمق علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بين مملكة تايلند ومملكة البحرين والتي ترسخت بشكل بارز بفضل جهود صاحب أسم الملكي رئيس الوزراء وحرصه الدائم على تقوية دعاء من الصداقة بين البلدين والتي تحظى باحترام وتقدير من جانب مملكة تايلند حكومة وشعبا منوهة بما تشهده مملكة البحرين من نهضة وتطور في العديد من المجالات ومعربة عن تمنياتها لمملكة البحرين استمرار التطور والازدهار ترجمة نانسي قنقر